موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوان نصلط الضوء فيها اليوم على الوضعية الوبائية بالمغرب عاد فيروس كورونا المستجد من جديد المنحنة تصعدي المقلق للإصابات الجديدة بفيروس يتواصل فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بالفيروس توزعت على مجموعة من الجهات الكبرى للمملكة هي عودة غير محمودة خلال الأيام الماضية تأتي بعد فترة استقرار عاشت على وقعها الحالة الوبائية بالمملكة فما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 من جديد في المغرب وهل فعلا لا زال خطر كورونا محدقا بنا وإلى أين وصلت الحملة الوطنية للتلقيح للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نصديف معنا في الستوديو الدكتور خالد فتحي أستاذ بكلية الطب وصيدلة بالرباط أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا شكرا للإستضافة أهلا وسهلا كنا نظن حقيقة بأن فترة كورونا انتهت وأننا عدنا إلى شبه الحياة الطبيعية بالمغرب نكتشف اليوم وانطلاقا من الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة بأن هذه الأرقام فارتفاع دائما ما أسباب اليوم التي جعلت هذه الحالة الوبائية فارتفاع دائما اليوم في الحقيقة الذي كان يظن بأن فيروس كورونا قد اختفى هو الجمهور العادي الذي يتوزع على مختلف دول العالم أما الخبراء وعلماء الفيروسات فيعرفون أن كورونا تختفي لتعود وأنها أصبحت من الأمراض التي سوف تدرس بكلية الطب وبالتالي لا بد من التعايش معها إذن كان هذا الرجوع متوقعا سواء في المغرب أو في دول أخرى بعد فترة بينية دامت لمدة أربعة أشهر إذا بالأرقام ترتفع هناك عدة أسباب لهذا الارتفاع يمكن أن أجزها في أننا نوجد في فصل الصيف وبالتالي هناك حركية كبيرة هناك إقبال على ارتياد الشواطئ على إقامة المناسبات والأعراس هناك ازدحام في ملاعب الكرة هناك عودة للمهاجرين المغاربة من المهجر كذلك هناك أسباب أخرى وهو أن المغاربة اعتقدوا على غرار كل الشعوب بأن الموجة انتهت وبأنه يمكن إسقاط التدابير الاحترازية وبالتالي أصبحت الكمامة في خبر كان كذلك لم يعد هناك تباعد اجتماعي ثم هناك أسباب أخرى خاصة بالمغرب كلنا نعرف أننا نعيش الآن هيمنة أوميكرون وبالطبط سلالة با 2 والمعروف عن أوميكرون أنه حتى لو أصبت به فهناك إمكانية للإصابة به مجددا وغالبا ما تكون هذه الإصابة الثانية بعد مرور ستين يوما من الإصابة الأولى مرت على الموجة ثلاثة أشهر والآن تكون المناعة لدى المغاربة قد انخفضت البجر الذي توضح كل شيء دكتور فتحي اليوم بأن هذه الحالة الوبائية كما قال قبل أسبوع نوطق رسمي باسم الحكومة سيد مصطفى بيتاس بأنها وضعية غير مريحة نود أن نتعرف بالتفصيل هذه الوضعية الوبائية اليوم في المغرب كيف هي؟ هي من الناحية المؤشرات الفيروسية هي كما قال الناطقة رسمي باسم الحكومة وكما قال وزيراء الصحة كذلك هي وضعية غير مريحة لأننا نلمس ارتفاعا في المؤشرات الفيروسية كيف ذلك؟ هناك نسبة إيجابية للتحاليل ترتفع يوما بعد يوم كنا في 0.6% ثم انتقلنا إلى 6% والآن نسجل 19% تقريبا تقريبا خمس الحالات التي نرسلها نحو مختبر التحليلات تعود إيجابية وهذا يدل على أن هناك انتشار كذلك هناك معدل تكاتر الفيروس الذي يفوق رقم واحد وبالتالي يدل على أن منحنى الوباء هو في ارتفاع كذلك كذلك أقسام الإنعاش التي كانت مقفرة بدأت تمتلئ بشيئا ما ورغم ذلك ممكن القول أن المؤشرات الخاصة بالدخول إلى المستشفى أو الدخول إلى الإنعاش أو الوفيات تبقى متحكما بها وتبقى مطمئنة عموما لو لا هذا الارتفاع البسيط في معدل الدخول إلى أقسام الإنعاش الذي ارتفع من 0.7% إلى 0.9% من معدل الملء سرة الإنعاش إذن كلما تحور هذا الفيروس أننا الآن ننتظر أشقاء آخرين لأوميكرون وبيئة 4 وبيئة 5 كلما تحور أوميكرون في المغرب بالضبط كلما تحور هذا الفيروس كلما أصبح أقل خطورة وأكثر قدر على الانتشار ماذا نترقب في المغرب الذي وقع في إفريقيا الجنوبية في مارس بداية مارس سجلت إفريقيا الجنوبية يومين بدون وفيات فقامت بإسقاط التدابير الاحترازية وأعلنت الانتصار على أوميكرون بعد ذلك تعود الموجة من جديد عن طريق شقيقين جديدين له هم بيئة 4 وبيئة 5 من حسن الحظ أن الموجة لم تكن قاتلة ولكن هذين المتحورين انتقل إلى أمريكا اللاتينية وإلى بلدان إفريقية ثم انتقل إلى أوروبا حيث تعيش البرتغال موجة من بيئة 4 وبيئة 5 وكذلك فرنسا لا زال بأدوه هو المهيمين ولكن هناك تكرار للإصابة بالبيئة 4 وبيسنك من المنتظر أن يدخل هذين المتحورين إلى المغرب نتحدث عن هذا الوضع على المستوى الدولي طبعا ربما هذا الوضع يثبت لنا برة أخرى بأن هذا المرض فعلا يجب أن نتعايش معه وهو بالفعل أصبح اليوم جزء من حياتنا اليومية طبعا نود أن نتعرف عن مناطق توزيع هذه الأعداد اليوم التي تعلن عنها وزارة الصحة التي تثبت بأن هناك ارتفاع فعلا في هذا المنحنى المرتبط بفيروس كورونا أولا هذه الأيام الأخيرة نسجل ما بين 1600 و 1700 إصابة وفي الحقيقة أن هذه الإصابات هي تمثل الجزء البارز من جبل الجليد العائم فوق البحر هي لا تعكس الحقيقة على الميدان أو على أرض الواقع ربما يتفوق ذلك بكثير أو من المؤكد أن يتفوق ذلك بكثير ربما سترتفع في الأيام المقبلة سترتفع لأن هناك حركية كما قلت خلال فصل الصيف والمدن التي لديها كتافة كبرى هي التي تسجل معدل الإصابات المرتبعة كجهة الدار البيضاء أو مدينة الدار البيضاء ثم جهة الرباط سلاة الخميسات القنيطرة مؤخرا بدأنا نلاحظ في المستشفى الذي أعمل به المستشفى الولادة السويسي أنه تبدو بعض الأعراض أعراض كورونا على الحوامل وعلى مرتدي المستشفى وعدنا أيضا إلى تشديد الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى المهم في كل هذا أن الأوميكرون لا يتسبب الآن في تلك الحالات الشديدة لأن المغرب رغم ضعف الإقبال على حملة التلقيح إلا أن عدد الملقحين بجرعتين هو مرتفع نسبيا وكذلك الموجة التي ضربت المغرب بأوميكرون أصابت أعدادا كبيرة من المغاربة وتسببت في مناعة عن طريق العدوى وبالتالي هناك نوعا ما شبه جدار مناعي في المغرب نعم في الأيام المقبلة دكتور هل من الممكن أن تنتقل هذه الوضعية الوبائية اليوم التي تعرفها المغرب إلى المرحلة الحمراء من جديد بطبيعة الحال نحن في منحنة تصاعد ونحن مقبلون على عيد الأضحى وفصل الصيف لازال أن لم ينتهي بعد ثم نحن نوجد بين كماشتين هناك البرتغال وفرنسا ودول أوروبا الغربية ألمانيا وبريطانيا كل هذه الدول تستعد لاستقبال موجة بالمتحورين الجديدين بأكاترو وبأسانكا الذين هم أسرع من شقيقهما الأكبر بأدو وكذلك هناك انتشار لهذا الفيروس في هذه السلالة في إفريقيا المغرب يوجد بين هاتين الموجتين وقد يستصلنا جحافل بأكاترو وبأسانك ولكن من المتوقع أن نستطيع التحكم في هذه الموجة المقبلة أنا أعتقد أن فصل الخريف هو موعد حاسم لأننا سنعرف أن ذلك ستنزل الحرارة سيلجأ الناس إلى المنازل سيستعملون المكيفات وسنرى هل سيغير أوميكرون قواعد اشتباكه مع البشر أم أن الأمر سيستمر هكذا وسنستمر في التعايش معه وبالتالي نركز على أولئك الأشخاص الذين يفوق سنهم 65 سنة ولديهم أمراض تؤدي إلى هشاشة مناعية وبالتالي نلقح هذه الفئة بالجرعة الرابعة لحمايتها هنا بالضبط لدي سؤال اليوم ونحن نتحدث عن هذا المنحن التصعدي للوضع الوبائي بالمغرب الحملة الوطنية للتلقيح كيف تسير اليوم وما أهمية هذه الجرعة الرابعة دكتور فتح هو في الحقيقة أننا نلاحظ أن هناك تراخي كبير هناك عدم إقبال على التلقيح الناس يعتقدون أن كورونا أصبحت وراء ظهورهم كذلك وسائل الإعلام لم تعد تركز على أخبار كورونا واشتغلت بأخبار أوكرانيا وأخبار جدري القرادة كذلك هناك الأخبار الزائفة التي هاجمت الجرعة التالية بالتحديد وكذلك هناك انطباع أو فكرة خاطئة لدى مجموعة كبيرة من الناس مفادها أنه ما دام اللقاح لا يحمي من الإصابة مجددا وما دام المرض لا يتسبب في أعراض شديدة فلماذا لا أعرض نفسي للعدوى وأحصل على المناعة عن طريق العدوى وبالتالي فهم يعزفون عن التلقيح وهنا أريد أن أقول أن هذا خطأ في المنهجية لأننا لا نعرف أولا هل أصبنا بأوميكرون أم لا لأنه أحيانا تكون الإصابة بدون أعراض وبالتالي لا نعرف مستوى مناعتنا كذلك المناعة تنقسم إلى قسمهم قسم يمكن حسابه عن طريق مضادات الأجسام وقسم آخر لا نستطيع حسابه وهو المناعة الخلوية التي تعطينا ما يسمى بالذاكرة المناعية هذه الذاكرة المناعية لا تضعف مع الزمن بل هي تتراكب من جرعة إلى أخرى ومن إصابة بأوميكرون إلى إصابة أخرى وبالتالي دائما هناك منفعة من تلقيح أنفسنا إن لم يكن لحماية أنفسنا إذا كنا نتمتع بمناعة جيدة فلحماية محيطنا فكل لو في محيطه مرضى لهم هشاشة وإن كنا نستشكر الإصابة خطرا غير في ذلك هذا الوضع الغير المستقر والغير المريح دكتور فتحي ماذا يجب اليوم على المواطنين أن يتصرفوا امتثالا له طبعا أتحدث عما ربما تخلى عن ارتداء الكمامة وعن احترام بعد الإجراءات الوقائية الأخرى المرتبطة بفيروس كورونا في الحقيقة سيد وزير الصحة خليد أيت الطالب حدد المطلوب من المغاربة في هذه المرحلة أولا من مر على تلقيحه بالجرعة الثانية أو بالجرعة الثالثة أكثر من ستة أشهر فيمكنه أن يذهب لتلقيح نفسه بجرعة الرابعة خصوصا من لهم سن متقدم ومن يعانون من أمراض كذلك الوزير شدد على أن الدولة لن تعود أبدا إلى تشديد الإجراءات لأننا نعيش في أزمة اقتصادية والعالم كله قد تحرر وبالتالي مفهوم الإصابة تغير وأصبحت الإصابة بأوميكرون تعتبر مسؤولية فرضية للشخص الذي يصاب علينا أن نتراخع في تطبيق الإجراءات الاحترازية كلما تحور أوميكرون كلما قلت نسبة الإيمات كلما أصبح أقل خطورة ولكن إذا كترت الحالات سيؤدي ذلك إلى التغيب عن العمل ويؤدي بذلك إلى أضرار اقتصادية المهم في كل هذا هو الالتزام بالكمامة على الأقل عندما نكون في أماكن مغلقة ومحاطنة ومشتركة ومحاطنة مجموعة من الناس يمكن أن لديك أرسداء الكمامة فهذا السلوك لوحده كافي لحماية الشخص وحماية محاطنة نعم الدكتور خالد فتحي أستاذ بكلية الطب وصيدة لبرباط شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإرشادات كذلك شكرا جزيلا ختم هذه الفقرة ومشاهدين أن نلتقي بعد فاصل قصير في نشرة إخبارية مفاصلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة